انا كان افتخر بمدينة الطنجة ديالي لانا 80 تقريبا دلعائلة عائلتي هنايا و دايما كان جيلا و كانشوفك تزيد نقدام وبغيت نبينا للعالم نفتخر بمغرب ديالنا وهذا هو الوطن ديالنا و على دك شي بغيت تتلق وار نص كبير من صارة اللي كي عرفوا بنت قريباً كاملين جاوا في سباديا لين المغرب حيث أنا بينتلون مغرب وعطيتلون الآمن بأنعير هاو دون المغرب وغادي عجبكم الحال وبينتلون بزاق البلايس صراحة الله كي شكروا كاملين المغرب والمغربة تبارك الله ومشاء الله عليهم مرة كي تعاملوا مزيان مع الأجنبي طبعاً لأنه بغيت نبين هاد الفيلم و الأفلام لمجين و في المستقبل و بغيت نشجعتنا الناس نبدل لهم الأفكار بأنه يشوفوها كبيرة لأنه في هسبانيول أو لغات آخرين كاملين وصلين دابعاً وصلت وواحد الوقت العربية كتوصل لأنه مسلمين حين هي مترشين في العالم و كلمة عربيين و لو داخلين تتفى في اللغات ديالو على ذك شي بغيت الأفلام مغربيين ينوصلوا من العالمية ومشي غير الأفلام مغربيين نحترب ديالنا موسيقى ديالنا توصل للعالمية و إحنا ماشين بشوية بشوية أيضاً في حل اللي عملت في الفيلم الخيوط الموت صور داخل مغرب و خارج مغرب بلي الفكرة ديالي القوار كان بيينلو من مغرب كيفاش عامل و كيفاش الأجواء تماماً و بأنا و خاكن غردني بعد مرة أنا بالأجنبية و هما باللغة ديالنا فهمتي باش كان كبر الصورة ديال مغرب هدي أول حاجة و داخل مغرب عاونتك باش دراني ليساكنين و عيشين و مع عمرو صفرون أوروبا و الأمريكان و الأمواطع آخرين يعرفوا عاونتك شيني واقع بره و كتعطي واحد ستيل و واحد الحلوان كليب و شحد الناس عجبوتهم هاد الفكرة هدي و بالخصوص لالنيغوزازيون ما بينتنا يعني اللي هن هم هنا يا ره طب و تحياتي لنا روابا اللي عملت معهم كاملين في توريينت هادو كاملين دراري توضعوا و أولاد الناس و باغين يوصلوا و يزيدون قدام الناس يزيد يعرفونا و بغيت أنا الشامل نكونوا اليد في اليد بغيت نغير هاد الفكرة تلحقات وهذا ما يبغيشي الخير نهذا لأن ما فهموشي استراتيجي بيزنس كيف عاش عاملين حيث هم ما ماشي يدي بيزنسمان و إلا كانوا يفهموا بأن هم هادو غاد يقدر يزيدوا من قدام بأن البرتاش و اليد في اليد ومساعدة مساعدة بعطيتهم را ما غاد يبقوشي بلاستهم و كاين واحد مثلا طلع صافي انسى اللي 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 انتحت و هو ما طلعوه هذا كيكون عاوتيك من هادم نكر الخير وش حان منهم هيدا و كاين لي ما كي تواضع شي و ما غاد يعمل شي معاك و خانت هنا من بعد غاد يتعطيل و تبارك الله و ما شاء الله فهمتك باش حيث حاجة ما كينا باطل في هذا الوقت ولكن من اللي كتشوف من هادم ما عرفتش اني عندهم في ديك المخبلة ما نخصار الهادرة ما بغاش يفهم هاد النقطة هدي ما خصوش يلوم واحد اخر ما يعمل شي معاك لانه هو ما فيه شي خير فهمتك انا هيدا كان فكر انا وخا واحد قل مني و ما عنده تشيادي وبالحق عنده الطموح و عنده واحد النفو و عنده ما يقول نعمل معه في تيرين علش الله شني فيها و ليك تحقار غدا بعده هو يفوتك بعشر هادم مرات هدي لي ما بغاتي تدخل بالزب دي الناس في العقول ديالهم بالحق انا مأكد خايا يوسفر غادي ندمو غادي ندمو حيث باقي ما عارفين شي شني ما جيلي ان احنا ياهنا باش نرجعن السؤال ديالك غادي نكونوا بزب ببلعد شركات اللي تفاهمت معاهم و باش نزيدوا في هاد شي التقافة دراب والموسيقى في المغرب غادي نعملوا توقضوا مغوك غادي ندوا بالشامل الشامل غا تعمل بوم و من بعد بإذن الله الى كان أفكار و كان طموح واقي و ديك الشي اللي كي ما انا كنفكروا و دراري إذا عما ماشين فحل ترين معايا حيث اللي نزل غادي يطير يقدرو يطلعو يجبرو راسهم كيربيو و عقلو عليها فأوروبا كان لي زايد اللي زابوني طبعا كي حسب راسهم ما ما كيدخلش نطوالت فهمتي اه و خاءنا من لي هنو غادي عشرة مرات غادي ندوا بلو و أقل على هاد اللي كان قول لي أنا أنا ما كامدر فوح الحاجة كان عرف عالش عملتا و و ambzeń ماشي و كيدربوك ببقرة و بنتا فهمتي كيفاش يعني كيجبلوا مالله حتينتين مليون غادي تنزلهم عشرة مليون هو ما ساويتا فهمتي ته 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 الي زير من عندي ما فهمش باللي أنا عجيت باش منوصل للناس الفكرة ب كان عملت مع هادا عملت مع هادا و عملوا ياخرين مع بعطي توم كان دراري كانوا كشي تحملوا مع بعطيتهم وشبتوا مع بعطيتهم وتوضعوا هذا هو مدراري اللي بغين يزيدون قدام وشوفوا مستقبل وشوفوا بزاف الحوايج خلينا ممندم اللي كيعرف غير الحاومة ما كيعرفت شي حاجة والمخوضية لعمره ما غادي كبر وبإذن الله غادي بقى دائما اللور فهمتي لأن علاش الإنسان اللي ما كيبغيش الخير من واحد أخر ما تشوف شي منه ما تتناشي منه شي حاجة حيث مغربي طلعت تندسوس برقم واحد ومدة عشرية مرة ماشي سهلة فهمتي وعاد باللغة فلمانية بالهولندية غنيت ذكي كلب هذا أنا أعارب أنا بيدي صراحة تفاجأت لأن عندك شوف هذا الدومان هذا ما تقدرش تعرف فين توصل هذا دي جعلتني واحد الحقيقة اللي كان كنت كان سمعه في أي حاجة في أي لحظة تقدر تفاجأ وهي دداً اتفاجأت في الدزائر من اللي دخلو كي يزبلوا وما كيخلو ميقولو فهمتي مغربي لأن علاش مغربي واقف اللي دي جا في الحنجورة فهمتي كماشي تحيياتي ندزيريين ليفري وليرجال فهمتي إحنا ما كان ندروش على هادو كادوك راقوتنا ونموتوا معهم ولكن كان هدرو على ذيك الحقوديين لذيك الدراري جود فرنغ اللي ما عنده متاح من ماقرة وما ويلو بقو فوق بهاي لم تفهمت ماذا قلت لك لم تتغطيت لهم بأنه كيف نفتروا الوابة وخليتهم من الله وروجتهم لم أكن كنت أعرفه بالحق مالذي دخلت وشفت له صالصية النبو تحيتي له لم أكن كنت أدر على الديدين كانون حاجة آخرى على مواضيع العون القضائي وقعوا بأنك سيزيون من هذا في أليمانيا وفولندا فهذا فانت فاش لأنك يدخلوا وهم فهموا الديدين كانون وهم لم يفهموا الديدين كانون وانا لم يتغطي الديدين كانون لا يوجد أحد يربيه فتورينات مجدد من الدراري على بره ويجب أن يتفاجأوا ما سنفعل فتورينات هذا الشيء بلا ما نحضر عليه ما سنفعله هو نجمع دراري للشمال سيكون مع بعض تهم لا في الفيلم ولا في الرب ولا في فيستيفالات باقي مجدد جديد تبعوني ودخلوا تابوني ودخلوا على ممبر لكي ترى الحاجات التي لا ترى في اليوتيوب عادي بلكسم أوفيسيال بلكسم ودخلوا في الشعب الذين لا يوجد شيء دائما سنفعل المليك سنفعل الجزء الثالث سنفعل الجزء الثاني في اليوتيوب سنفعل الجزء الثاني في فيسبوك أي شخص يمكن أن يرى هذا الفيلم وبالخصوص أنا مغرب هم الأولانيين الرسالة كانت على المغرب والمغرب يزيد القدام ثم ترى المنتخب تبارك الله فين يوصل وهذا يريد أن يوصله في أي حاجة في أي دمان وأنا نرى أخوتي الذي يعملون اليد في اليد وأقسمك بالله لك أن نحقه النتيجة والذي يقول أن يوصل بحدوده لا أستطيع أن أعطي شيء ولكن بإذن الله يستطيع ولكن سنفعلهم 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 عمرك لا تستسلم اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة